شهدت قمة مؤتمر الأطراف كوب تون تي سيفن والمنعقدة بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ زخماً إعلامياً عالمياً حيث تنقلت وسائل الإعلام العالمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي تسلم مصر لرئاسة القمة والآمال المعقودة عليها كما أبرزت وسائل الإعلام مقتطفات من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك دعوة سيادته لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أوضحت الهيئة العامة للاستعلمات أن من بين الصحف والشبكات التي قامت بتغطية أحداث القمة صحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشيتد برس إضافة إلى سي أن أن وشبكة من الإعلام الأوروبي والأسيوي والعربية